بعض الأزواج بيكونوا مرتبطين ببعض بشكل كبير جداً ومتعلقين ببعض في مرحلة من النضوء الزواجي اسمها مرحلة اتحاد المصير فتلاقيهم بيعملوا كل شيء سوا وبالذات لما يتقدم بيهم العمر والسن واستقلال الأولاد كمان بيساعدهم استقلال الأولاد في حياتهم بيساعدهم كمان على أنهم يكونوا أكثر ارتباطاً والاتحاماً مع بعض وبقاءهم سوا بعد زواج أولادهم وقلت زيارتهم مع سفر كمان الأولاد في بعض الأحيين أو سكنهم في محافظات أخرى أو بلد أخرى غير البلد اللي فيها أولادهم أو أن أولادهم سكنين في بلد تانية غير اللي هم مقيمين فيها اللحظة دي بيبقى وفاة الزوج أو الزوجة بيكون الوضع صعب جداً جداً على الطرف الثاني إنه فقد الأنيس الوحيد فقد ركن حياته وحشان كده عند فقد الزوج في سن صغير حتى ومع وجود الأولاد في أمار صغيرة ومختلفة بتشعر الزوج بالضياع والتوهان وإن هي بقت لوحدها في العالم ده وإن هي بقت في الدنيا وما عندها السند وما عندها داعم وما عندها حد يساعدها في اللي هي فيه ده ومش عارفها تشير المسؤولية دي إزاي وخاصة إن فيه ما بقتش مسؤوليتها هي لوحدها دي بقت مسؤوليتها ومسؤولية الأولاد كمان بعض الزوجات بيكون مش قادرين تتجوز مرة تانية إما لأنها مش قادرة تدخل تدخل على الأولادها زوج أم أو مش عايزة تسيبهم لحد غيرها يربيهم أو لأن عدد أولادها كبير ومش لقيا الشخص اللي يقدر يتحمل معها مسؤولية الأولاد لأنها مش قادرة كمان تتصور إن يكون لها زوج بعد زوجها اللي كانت بتحبه وبتعشقه والتحد ما صرها معاها وساعات بتبقى خايفة من نظرة المجتمع إن هي ستة مش كويسة أو أم مش كويسة لأنها بتفكر في نفسها وكأني كان الأولى بيها إنها تقعد تربي أولادها لوحدها وده طبعا نظرة ظالمة للمرأة طبعا فيه زوجات بتقرر الزواج مرة تانية وده مش عيب لأن في الحقيقة ده أفضل الله من يوم مرة من أن تعاني وتواجه تحديات الحياة لوحدها